سيدات المستشار ايه التشريعات اللي احنا عشان نجيب خلاص الكلام في الموضوع ده بنعرف الناس رصهم من رجليهم يعني ايه التشريعات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نقدمها المجلس النواب الحالي ان احنا نحافظ على حقوق المرضى ايه هي التشريعات اللي احنا محتاجينها هو يجب على لقابة الاطباء ان تتقدم بمشروع قانون لعلاج اي عوار اي عوار قانوني في مسئولية الطبيب وحق الطبيب الاتنين لان هنا حينما حقه قد مسئوليته ان الله اعطيه لها حقوق تقابلها مسئوليات خلتبال حضرتك هي اذا كانت اذا رأت لقابة الاطباء ان هناك عوار عليها ان تتقدم وده مسئوليتها الى السلطة التشريعية خلتبال حضرتك هذا بجانب ان على دولة ممثلة في وزارة الصحة ان على الدولة ممثلة في وزارة الصحة ان تتقدم بمثل هذا التشريع ان تتقدم بمثل هذا التشريع ويتم ضم التشريعين وإرسالهم إلى مجلس النواب لمناقشتهم وإصدار تشريع لكي يحمي حق المريض ويحمي حق الطرق حضرتك حضرتك كرئيس حزب لحقوق الإنسان والمواطنة هل ما لكمش الحق أن انتوا تقدموا انتوا القانون المماثل لزي ده لمجلس النواب ولا لا مش بتاعتنا انا ممكن اتقدم به لجنة الاختراحات الشكاوي تحيله للجنة التشريعية خلت تبال حضرتك ممكن اتقدم مثل هذا القانون وقعدك ان انا اتقدم مثل هذا القانون بس انا عايز لا 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 اصلا انا وكيل اللجنة التشريعية اتنشر سنة خلت تبال حضرتك ولم يأتي ولم يأتي الي تشريع وانا بقله انك قصور تشريعية فيه اتبال حضرتك اه يعني اه وانا بقى اطالب الدكتور بان كان لدي مشروع قانون ان ديني نسخة منه عشان برضه تسرشل به اتبال حضرتك وانا حكتهد من خلال ده اللي احنا بنتمنى وانا هكتعد من خلال اللاجنة التشريعي عندي في العزم. هكتعد من خلال اللاجنة التشريعي عندي في العزم. لإعداد مشروع قانون مقترح. مقترح مشروع قانون. وإرسالي اللاجنة الترحات والشكاوي. يا رب. من كي نحافظ على حق المريض لان اوروبا عملت وسيقة لحق المريض. فاتبال حديدك. هنا بقصر على معظم المرضى فيها كتير يعني. اه بمختلف القانون يكون شامل. ضعوري يا. نعم نعم. شامل منظومة كلها. منظومة كلها. شامل اه كيفية اه استقبال المستشفيات للمرضى. كيفية علاج الرقابة الداخلية لاي مريض داخل المستشفى. تمام. يجب يكون شيء رقابة. رقابة من داخل المستشفى نفسها. يخش معموله التقريب بتاعه معمولة الحالة بتاعته. والحالة. والحالة. اذا فيه مضاعفات فيه اصار فيه كلام ده كله. ادلة السبوت. اه يكون فيه برضو قرارات عندهم او في القانون ان ممنوع اي مستشفى تمنع من اي مريض الحصول على اي اوراق. او 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 تقرير ليه. تاني حاجة يحدد برضو المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية. ومش للدكتور بس. او القائم بالعملية بالعملية الجراحية. ومساعدية ومعاونية. ومساعدية والمستشفى كمان. لان دي عندنا موجودة في القانون. تمام. التابع والمدبوح احكام التابع والمدبوح. احرص الاشياء. دي موجودة. لان هو هنا دكتور بيعمل عملية. يبقى المفوض هنا تابع للمستشفى. في حدث التعويض وحدث القصور يبقى المستشفى هنا ملزمة بعمل التعويض. يعني ده مفروض كله ده يكون موجود في القانون. نحن الاول بس يجب عن المقر. انا اعترف اننا مرتكبين خطأ في حق الشعب المصر. قال له وهو ان المؤسسات الطبية في مصر. سواء كانت حكومية او خاصة حلها متردي. يندى له الجبين. وان حقوق المريض مهضرة. وان حقوق المريض مهضرة. ويجب ان يتدخل المشرح. الحفاظ على حق المريض. وانا في ايده هو اتقرار السيد وزير الصح. خطأ حضرتك. رقم ميتين تمانية وتلاتين لسالة الفين وتلاتة. ايه. خطأ حضرتك. الليح. خطأ حضرتك. انا عادي بس الطب لان نفعل الليح يا حديد. عاودين نفعل. انا عادي انت فعل. اه. احنا في مشكلة عندنا احنا بنفعل قوانين والحاجات ده. قوانين موجودة لو محسي فيها تلقى موجودة. ايه ايه سبب عدم التقوانين. انا كمية قوانين. انما يخش المريض. اه المستشفى. حصلت له حادثة على اه اه الطريق الزراعي مسلا ودخل المستشفى بقى نها المستشفى قوصة مشانجة ضانطة. اه ما يلاقيش حد يوسعفه. مما يقدي الى اه الحالة. ساعته مفروغ ليبقى فيها اكتابة على كل المستشفى اللي اه اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.